لم تتوقف القيادة المركزية الامريكية من مراقبة الميدان العراقي والسوري وتطور الافعال الهجومية الايرانية على الرغم من انشغال واشنطن الحالي في الازمة الروسية الاوكرانية فنعبة ايران باتت نقطة مهمة في حسابات الجنرال ماكنزي الذي كشف عن نوايا تحقق منها بالفعل من قبل طهران ضد اسرائيل وافعلات تل ابيب كذلك والحسابات على عاتق الدفتر العراقي السوري هي الاكثر خطرا ليس على البلدين انما ايضا على القوات الامريكية يتحدث لسان الجيش الامريكي بستة شهور الاخيرة من هجمات ايران التي واجهتها واشنطن في من تكشف تلك الحقيقة ضرب طهران لمشروع استقرار العراق جملة وتفصيل وعلى ما يبدو ان تحول الحرب الباردة الى اكثر حرارة بين قطبي النزاع على الارض العراقية اصبح مؤشر خطر كبير جدا عنوانه قد يؤدي الى تدمير السياسة والامن العراقيين سيما مع مؤشرات تقرأها امريكا تؤكد تحصن اسرائيل للدفاع عن نفسها في وجه الافعال الايرانية اما ساحة المعركة فهي العراق وذلك ما لا يمكن السكوت عنه في حال اقترب موعد تكرار الهجمات في الايام المقبلة يأتي هذا الانذار متزامنا مع واقعا سياسي عراقي غير منتج على الاطلاق ما قد يعطي دافعا اكثر تخريبا في العقلية الايرانية اذا لم تتحرك الاطراف السياسية بدعم اممي لانهاء الخطر المقبل قبل حدوثه اشتركوا في القناة